عشان تعرفوا قد ايه احنا بنتعب يعني عشان نقرر انهي بادي يمشي مع الاشار بدوه ده عملية عملية جراحية يعني اه ثلاثة بينك بس ما تفتكروش كده ان العملية سهلة اه بس لو الرجالة يعرفوا احنا بنتعب قد ايه اعتقد ان ده اقرب واحد هو ده اللي همشي معاه ده مش عارفة الواحد صفح يعني وجهه اه معضلة شديدة التوفيق اللون البينك المناسب صباح الخير صباح استقب النفس مفيش احلى من ان الانسان يكون واثق بنفسه وقدراته اه لكن الموضوع مش سهل كده في كلام كتير اوي افتكرت الفيديوهات اللي انا عملتها على الثقة بالنفس ومفهوم الثقة بالنفس في حياتي من اول ما كنت عيلة صغيرة لغاية ما بقيت كبيرة وعندي اولاد كمان واحنا اطفال صغيرين عندنا باي ديفولت ثقة بالنفس تلاقي لان الخوف احساس احنا بنتعلمه احنا بنولد باحساسين اساسيين للخوف الخوف من الاصوات العالية والخوف من الوقوع اي حاجة تانية ما بنخافش منها لان احنا مش مدركين المخاطر بتاعتها بنبتدي نتعلم الخوف شوية شوية من رد فعل اللي حوالينا لكن الثقة بالنفس حاجة بنتولد بيها تلاقي الطفل الصغير واسق بنفسه ولما نمنعه من ان هو يعمل حاجة عشان خايفين عليه وخايفين على قدراته يعني مستصغرين قدراته وقصاد اللي هو هيعمله تلاقيه زعلان ومتايا ليه انا بتكلم على موضوع الثقة بالنفس الصبح قوي كده فتحت طفحتي على الفيسبوك لقيت رسالة طويلة من فتاة عندها خمسة وتلاتين سنة احتفلت بعيد ميلادها من اسابيع كل سنة وهي طيبة وبتكلمني وبتقول لي انها ما تجاوزتش لانها مستقلة ووثقة بنفسها وما تقبلش انها تباع وتشترى زي الجارية وكلام كتير طبعا عن انها بتشتغل وان الشباب دلوقتي بيدور على واحدة يتحكم فيها وان اهلها بيعيروها عشان هي ما تجاوزتش وكل الكلام ده طبعا الموضوع مكالكع قوي محتاج كده عارفين عامل زي ورق زي الكورومبايا محتاج يتقطع ورق ورق يعني فيه كذا حاجة رد فعل الاهل ومعاملتهم للبنت دي تجاربها في سوء الجواز اه هو سوء لان كل حاجة في الدنيا سوء علاقتنا عبارة عن تجارة يقولك تاجر مع الله هو تاجر مع الله دي دي ايه دي علاقة بيننا وبين ربنا علاقتي مع جوزي تجارة تبادل منفع الدنيا كلها تبادل منفع حتى الست الام اللي بتقول انها مضحية في سبيل اولادها برضو تبادل منفع لان اولادها في حياتها بيدوها احساس بالانجاز بالحب بالعطاء بان انا ليا لازمة بحاجات كتير فبدي بس باخد بقى الاحساس اللي من جوه ده في الشغل تبادل منفع الصداقة تبادل منفع انا وصديقتي بنحب بعض جدا 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 لكن في النهاية لو قاعدتنا مع بعض ما بتحسسنيش ان انا مبسوطة ومرتاحة وهي دي المنفع هل المنفع مادية بس؟ اديني فلوس؟ لا المنفع شيء عام معناه يعود علي بالنفع يعني بالحاجة الكويسة من كل الكلام اللي هي كتبته النهاردة عايزة تكلم على كلمة انا طول عمري وثقة في نفسي ومستقلة وثقة في نفسي ده كويس قوي لكن الثقة في النفس ليها برضو حاجات احيانا بنسمي الغرور ثقة بالنفس احيانا بنسمي التكبر ثقة في النفس احيانا بنسمي التهور ثقة في النفس ان واحد ما يكونش عنده قدرات معينة يعمل وظيفة معينة او يعمل حاجة معينة ويعملها وتبقى النتيجة ديزاسترس لانه كان واثق في نفسه وقدراته في نفس الوقت ما نقدرش نستغني عن الثقة نستغني عن الثقة بالنفس لان احنا محتاجين هذه الثقة عشان نتعامل مع الاخرين وعشان نتبادل بقى المنفعة دي فوثقة في نفسي كويس حلو ياريت كل بنت وكل ست في الدنيا تبقى وثقة في نفسها تبقى عارفة قدراتها ايه انا قدراتي واحد اتنين تلاتة اربعة وعمل قيمة لنفسها وبالتالي بتتعامل مع العالم وبتتعامل مع كل الناس المحيطين بها من هذا المبدأ ما بتتعاملش معاهم من مبدأ ان هم اعلى منها فيبقى فيه اختلال في توازن العلاقات في حياتنا نيجي بقى المستقل هو فيه اي حد في الدنيا مستقل اشك ليه بقى مستقل معناه ان هو غير منتمي لجماعة معينة حزب مستقل مثلا حزب مستقل عن الحكومة يعني لا ينتمي للحكومة يقول لك جريدة مستقلة يعني جريدة لا تنتمي لحزب معين لجنة مستقلة يعني لجنة لا تتبع جهة معينة فيبقى فيه حيادية في رأيي اللجنة دي يقول لك مرشح مستقل يعني مش نازل تبع حزب معين يجي بقى ولد او بنت يقولوا انا مستقل طب ماشي تعالي حبيبي انت عايش فين عايش فين يعني عايش في بيت بابا ومام لا حبيبي تبقى انت كده مش مستقل لان انت منتمي لمجموعة او لجماعة او ليونت لوحدة اسمها بيت باباك ومامتك تعالي هنا حبيبي انت بتصرف على كل حاجة في حياتك اه انا بصرف انا دلوقتي اشتغلت وبصرف ماشي اوكي لما بتروح لما بترجع بقى من شغلك وتروح البيت وبتاكل الاكل اللي قدامك ده ميه اللي دفعه يعني هي اللي دفعه بابا بيدفع طلبات البيت يبقى حضرتك مش مستقل يبقى حضرتك مش مستقلة الحاجة التانية مدام احنا عايشين مع بعض وارتضينا ان احنا نبقى متجوزين ما عادش فينا حاجة اسمها حد مستقل كلمة مستقلة دي احنا بناخدها على ان انا اعمل اللي ما بدالي لا حبيبي ما فيش اي حد ولا يا حبيبتي ما فيش اي حد عضوة في مجتمع ومنتمي في مجتمع يبقى يقول انا اعمل ما بدالي دايما نقولها لكم انت حريتك تنتهي اذا ابتديت تضر الاخرين ما ينفعش فانت مستقلة يمكن اه اشتغلتي بتكسبي فلوس مرتبك حلو اشتريتي عربية اه بتقدري تخرجي وتتفسحي وتجيبي هدوم لنفسك والكلام ده كله لكن انت في النهاية مش مستقلة انت في النهاية جزء من عائلة طول ما انت لسه ما تجاوزتيش انت منتمية للعائلة اللي انت جتك بعد كده تتجاوزي فبقتي منتمية للعائلة اللي انت بتكونيها مع جوزك فكلمة مستقلة دي بقى لازم نفكر فيها شوية كون ان انا في جوانب في حياتي ليه الحق وعندي القدرة ان انا اخد فيها بعض القرارات ده شيء كويس ولكن القرارات اللي هاخدها مدام انا منتمية سواء لأسرتي اللي انت جتني او أسرتي اللي انا كونتها مع شريك حياتي اي قرار باخده سواء راجل او ست له تأثير على الاسرة دي على كيان الاسرة ده فما ينفعش يقول اصلا انا حر اصلا انا حر اصلا انا مستقلة اصلا انا مستقلة واعمل ما يحلو لي اعمل ما يحلو ليك مدام مش هيضر حد لا في المشاعر ولا في الوقت ولا في علاقتنا سواء ولا بالمادة ولا بأي حاجة اعمل اللي انت عايز وحس باستقلالك وحسي باستقلالك الحاجة التانية بقى مقبلش ان انا اتباع واشترى زي الجارية حلوة قوي التشبيه ده الميتافور ده جميل قوي تعالوا كده نتخيل سوق الجواري سوق الجواري والعبيد عبارة عن ايه عارفين الفيلم بتاع امير الانتقام لما الامير بيقول لجاريته زموردة بكرة هتتباعي في سوق الجواري يا زموردة وهي بتقول له استمع والطاع يا مولاي وبتطلع زموردة سواء اي معاكف ولا سام يا جمال وترقص وتلبس لبس معين والكلام ده زمان كنت بعمل بيبر بعمل ورقة بحسية عن القاهرة القديمة وتطرقت لسوق الجواري وحبيت اعرف هو ايه سوق الجواري فابتديت اجيب صور وللي مش عارفين سوق النخاسة في مصر انتهى فعليا في العشرينات يعني لغاية العشرينات كان فيه سوق جواري ولو تدوروا على الانترنت هتلاقوا صور فوتوغرافية لجواري فعلا عبيد بيباعوا وبيشتروا وكل جاري او عبدة بتباع وتشترى لغرض معين تلاقي فيه القبيحة الدميمة دي تيجي عشان تخدم في البيت تغسل وتطبخ وتعمل ومش عارف ايه والكلام ده وفيه اللي هي الحلوة اللي شكلها حلوة او اللي عندها موهبة ما دي تشتغل في حاجة معينة تغني تسري تروح على الموجودين تقدم فقرات ترفيهية لصاحبها ولملكها يعني سيدها وضيوفه نين رجعتيني بقى لسوق النخاسة الصور اللي انا شفتها والرسومات المستشرقين اللي مرسومة رجالة وستات قاعدين عراية والتجار بيفحصوهم لدرجة انهم بيفتحوا بققهم ويشوفوا سنانهم ويعروا المناطق الخاصة ويشوفوا هم شكلهم ايه وعملين ايه وصفاتهم ايه وده يصلح لكذا وده يصلح كذا وانت تروح تحارب وانت تروح تشيل حاجات وانت جميلة خليك للرأس والغنى وانت قبيحة خليك للنظافة والكلام ده سوق الجواز بقى كده لا سوق الجواز ان كل واحد بيدور على من يتوافق معه من يتوافق معه في الفكر في الاخلاق في الطموحات في المستوى المادي في المستوى الاجتماعي في المستوى الثقافي في حاجات كتير حاجة تانية هو مين اصلا اللي بيبيع ويشتري يعني باباكي لما يطلب مهر ولما حضرتك تعود تقولي انا نفسي فرح زي بنت عمتي اللي كان فيه كذا وكذا وكذا وانا عايزة شابكة زي صاحبتي اللي اخدت خاتم سوليتير وانا عايزة اقضي شهر العسل في الحتة الفلانية زي فلانة او انا عايزة كذا او انا عايزة كذا كل برغوت على قد دمه وكل واحد على قد المستوى الاجتماعي بتاعه في اللي بيطلب خاتم سوليتير شابكة وفي اللي بتطلب شابكة مش عارفة كم اسويرة دهب وكم مش عارف ايه في اللي عايزة فرح فرحها هيتعمل لها في الشارع ويتغنالها اغاني المهرجانات وفي اللي هيتعمل فرحها في هالتون رامسيس ويتقدم كذا ويجي يغنالها حمائي كل واحد على قد امكانياته والمستوى اللي هو فيه بس كل واحدة وكل اسرة بتطلب اقصى ما يمكن ان هم يطلبوه هو ده بقى البيع والشارع اللي حضرتك بتتكلمي عنه بعدين انت سيبتي نفسك لما بقى عندك خمسة وتلاتين سنة عشان صورة متوهماها في دماغك ان انت عشان واسقة بنفسك ومستقلة ان اي حد جاي جاي عشان يكبسك ويخبيك وما يديكيش فرصة انك تشمي نفسك وما يديكيش فرصة انك تاخذي قرار والكلام ده انت دخل اصلا مقبلة على الموضوع ده باتيتيود وبموقف عدائي حاسة ان كل واحد جاي لك جاي طمعا فيك لما وضيعتي السنين سنة ورا سنة ورا سنة وانا متأكدة ان كان فيه ناس كويسة بتتقدم مدام البنت كويسة اكيد بيجي لها ناس كويسين وممكن تكون كان عندها قصة حب بزمان مثلا وما اكتملتش لما سبتي نفسك لما بقى عندك خمسة وثلاثين سنة وما تجوزتيش وزعلانة ان اهلك زعلانين على موقفك ده على فكرة هم حزانة عليك ليه انتو عارفين انا كلامي واقعي وبقولها كده يعني صريحة ووضحة ما بحبش اتشدق بالكلام ولا الكلاشيهات احنا الستات لينا ويندو لينا نافذة من العمر هو ده وقت البرايم يجي الفلاح مثلا في موسم الامح يزرع امح في موسم القصب يزرع قصب في موسم القطن يزرع قطن ما ينفعش تتزرع زرعة في غير موسمها الا اذا كان في الصوبة ودي حاجات تانية معينة الشجرة ليها وقت معين تطرح السمرة والثمرة ليها وقت معين توصل لكامل نتجاه لما كنت والدة ابني كان عندي 26 سنة جوزت 24 وخلفت 26 جاتني زوجة زميل من زملاء جوزي كانت كبيرة اكبر مني بحوالي 15 سنة وقالتلي ايه دا انت تجوزتي صغيرة اوي انت عندك كم سنة قلتلي انا عندي 26 سنة قلتلي انا جبت الابني الاولاني وانا عندي 36 سنة اكبر منك 10 سنين قلتل ه ليه قالتلي كان لازم اخلص الماجستير بتاعي هي دكتورة قلتلها لأ ما انا بكمل الماجستير بتاعي قالتلي بيقابليني مش هتكملي حاجة انا دلوقتي معي تلاتة ماجستير ومش بقول ده عشان اتباه قدامكم ولا اتنطت ولا اقول لكم بصوا شوفوا ولا الكلام ده وانا بقى عايز اقول لكم ان لما الواحد بيحدد اولوياته صحة ولما بيحط كل حاجة في معدها الصحة كل حاجة بتتعمل يعني ايه يعني ممكن يكون عندك كل حاجة تتمنيها في حياتك بس مش كل حاجة في نفس الوقت ما ينفعش يبقى عندك الاسرة والبيت والزوج والاولاد والدراسة والوظيفة والمرتب والمنصب وكذا 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 ما ينفعش لانها مراحل بنعيشها ورا بعض انا اتجوزت وجوزي وانا مقدمة على الماجستير تعسرت شوية خدت هدنة من الدراسة ومن الشغل لما ولدت ابني رجعت تاني اذاكر وخدت الماجستير خدت اول حاجة ام بي ايه حاجة بعيدة عن الهندازة بس حسيت انها مهمة جدا ان انا لازم افهم بيزنس لاني بشتغل في مجال استشارات فلازم افهم يعني ايه بيزنس وبعد كده خدت الماجستير التاني وبعد كده سافرت في حتة تانية وخدت الماجستير التالت وفي وسط الكلام كمان خدت كام شهادة تانيين كل ما لايه ان انا محتاجة مثلا في البروجيكت منجمت ابقى سيرتفايد بروجيكت منجر لما اشوف حاجة في البيزنس كومنيكيشن ابقى سيرتفايد بيزنس كومنيكيشن اكسبرت لما ابقى مش عارف ايه كل حاجة في نفس الوقت كنت بشتغل الكلام ده لكن كان في حاجة مهمة جدا 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 ما اقدرش ان انا اتلاعب فيها ولا اغيرها ولا اغامر بفرصتي فيها وهي الاطفال ان انا يبقى عندي اطفال لو ربنا سبحانه وتعالى كان كاتب لي الاطفال فيه وقت برايم فيه وقت اللي هو الاقصى وقت احسن وقت يبقى جسمي قوي قادر هرموناتك مش ملخبطة عضمك مش ضعيف سنانك مش ضعيفة الحاجات دي كلها عندك الطاقة ان انت تسهري بالليل وتصحي الصبح تعملي مش عارف ايه كمان عشر سنين هيبقى الموضوع شاقة جدا جدا اذا ما كانش حاجة خارجة عن ارادتنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتبها لنا يبقى مش احنا بقى اللي ناعد نماطل ونتأخر ونعمل انا ليه صديقات بالنفس عمري عمرهم ما تجاوزوا هل ما بنش عليهم العمر والسن لا للأسف بان عليهم بان عليهم وطلع لهم نفس التجعيد اللي عندي ونفس الحاجات اللي عندي ومن خبرتي وصداقتنا مع بعض عارفة ان البنات دول ضيعوا فرص اللي ضيعت فرصة عشان تسافر برا واللي ضيعت فرصة عشان ظروف معينة وكان وهم متعلقة بيه مع ان الناس كلها قالت لها ده مش حينفع فضلت مستنية الوهم وضيعوا فرصهم انا بقول لكل بنت ايا كان سنك ما تستعجليش الحاجة بدري وما تتأخريش عن المعاد في نافذة معينة حديدي فيها اولوياتك واختاري صح واكيد ربنا حيجيه في طريق حد شبهك لان في النهاية كان وعد من ربنا سبحانه وتعالى اطيبونا للطيبات وكررها بالاربع possibilities بالاربع احتمالات اطيبونا للطيبات واكيدها الطيبين الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات اكيدها عمل لنا كده صندوق اربع تربع خلاص اربع جهات ما فيهاش لما اتنين واحد طيب واحدة خبيثة مش هيكمله مع بعض صدقوني مش هيكمله مع بعض مهما كان كده من الكاموفلاج من بره ان هو اللي وحش وهي الكويسة مادام كمله سنين وسنين 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 مع بعض مهما هم يستحلوا بعض كوني واثقة من نفسك تعرفي خدراتك نمي نفسك نمي مهاراتك حسني من نفسك طوري من نفسك مش عيب عادي مستقلة فكري بقى فما عنا الاستقلال اللي انت بتتكلمي عنه مش عشان ابطت مرتب ومرتب بالالفات يمكن اكتر من اختك ولا من اخوك ولا حتى من باباكي نفسه انا اول مرتب ابطه متخرجة بابايا موظف حكومة كان اعلى من مرتب بابايا وكان فيه زماي اللي مرتبهم كان ضعف مرتبي واحنا خرجين دفع واحدة مش عشان بقى معايا فلوسي الخاصة بقيت مستقلة انا لسه عندي التزام لليونت للوحدة اللي انا منتمية لها الاستقلال مش معناه اعمل اللي في مزاجي محدش يقمرني محدش يقول يعملي ومتعمليش الحياة مش كده الحياة مش خناءة الحياة علاقات وتباد والمنفعة بالمعنى الاعمة والاشمل للمنفعة انا اتكلمت كتير ولازم امشي دلوقتي اشوفكم على مدار اليوم ولكم او روح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة